هذه أبرز العناوين فوز القجاع يدعو أعضاء الجامعة لاجتماع عاجل عاجل طارق سكتيوي يعود أشرف حكيمي بلاعبين بالمنتخب المغربي الأولمبي بعد آخر مباراة للمغرب حقيقة انتقال الدولي المغربي صفيا راحيمي إلى إشبيلي الإسبانية والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس فوز القجاع يدعو أعضاء الجامعة لاجتماع عاجل أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بيان لها أن المكتب المدير للجامعة سيعقد يوم الخمس الخمس والعشرين من يوليوز 2024 اجتماعا بمقر الجامعة بداية من الساعة العشر صباحا لتدارس عديد النقاط وكشفت الجامعة أن من بين النقاط المدرجة ما يرتبط بتعديل نظام منح الرخص للأندياء وتعديل قانون المنافسة وتعديل مدونة التأذيب والتدابر الخاص بالانتقالات وسلم منح الترتيب والإجراءات الخاصة بمبارية السد للعصبة الوطنية لكرة القدم والتدابر الخاصة بالبوند السابع والعشرين من النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومشروع تطوير كرة القدم فورويرد الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم وما يستجد من مواضيع عاجل طريق السكتيوي يعود أشرف حكيمي بلاعبين في المنتخب المغربي الأولمبي بعد أخير مباراة للمغرب أطار إهضار أشرف حكيمي نجم باريسان جرمان والمنتخب المغربي ركلت جزاء خلال المباراة الودية التي جمعت المنتخب الأولمبي المغربي بنادي فالفرانش بوجولي الفرنسية أطرت موجة غضب واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ويأتي هذا الاهدار في دل سجل حكيمي المتواضع مع ركلة الجزاء حيث سبق له ونضع ركلة جزاء حاسمة في تمن نهاء كأس أمام أفريقيا 2023 أمام منتخب جنوب أفريقيا حرمت المغرب من فرصة إدراك التعادل وتزايدت الانتقادات الموجهة لحكيمي في الفترة الأخيرة خاصة مع إصراره على تنفيذ ركلة الجزاء رغم فشله في ترجمة معظمها إلى أهدف وطلب العديد من متابع المنتخب الأولمبي المغربي المدرب طريق سكتيوية بمنح الفرصة للاعب آخر يتمتع بتجربة أكبر في تسديد ركلة الجزاء مثل سوفين رحمي نجم نادي العين الإماراتي والذي يعد المنفذ الأول لها مع فريقها وبحسب ما ذكره موقعنا خبر نقلا عن مصدر من الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي المغربي فإن المدرب طريق سكتيوية يملك خيارات أخرى لتحديد منافذ ركلة الجزاء في أولمبياد باريس وأوضح المصدر أن هناك لعبين أخرين يجيدون تنفيذ ركلة الجزاء مثل سوفين رحمي وعبد الصمد الزلزولي الذي سبق له أن نفذ ركلة جزاء خلال مشاركة المغرب الأخيرة في بطولة كأس أمام أفريقية تحت الثلاثة والعشرين عاما وأكد المصدر أن المدرب سكتيو يملك القرار النهائي في اختيار منافذ ركلة الجزاء سواء كان رحمي أو الزلزولي مع التأكيد على أهمية تركز المنتخب المغربي الأولمبي على الجانب الدهني والبدني والفني بشكل أكبر لتحقيق أفضل النتائج في أولمبياد باريس حيث سيواجه المنتخب المغربي منتخبات الأرجنتين وأوكرانيا والعراق في دور المجموعات حقيقة انتقال الدولي المغربي السوفيان رحيمي إلى إشبيل الأسبانية يبدو أن الدولي المغربي السوفيان رحيمي مهاجم العين الإماراتي قد أصبح محط اهتمام العديد من الأندية العربية وخاصة من الدولة السعودية للمحترفين مع وجود أخبار تتحدث عن رغبة بعض الأندية الأوروبية للتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حيث ستكون مشاركة رفقة أشبال الأطلس بوابة الاحتراف بأوروبا للمرات الأولى خلال مسيرتها الاحترافية وجددت أندية الدولة السعودية للمحترفين اهتمامها بالتعاقد مع رحيمي بعد تأكد مشاركتي في أولمبياد باريس وخاصة نادي تحجد السعودية إلا أن العروض الأوروبية لم يتم الإفسع عنها وفق لما أكده موقع المغرب سبورتا حيث لم يسجل أي عرض رسمي من أي نادي أوروبي للتعاقد مع اللاعب الدولة المغربية السوفيان رحيمية عكس ما تم تدوله من قبل المواقع الإلكترونية والصفحات ويرجع السبب لأن القيمة المالية الكبيرة للمهاجم البغرب مع العين الإماراتية تبقى عائقا مما الأندية الأوروبية للتعاقد مع سوفيان ودفضت المصدر بأنه لا وجود لأي عرض شراء أو إعارة من إشبيل الإسبانية كما تم الترويج له بخصص التعاقد مع رحمي بنظام الإعارة أو تقيم مستوى بصفة نهائية بناء على الأداء الذي استعيدها ربي في أولمبياد باريس 2024 مع أجبال الأطلس معتبرة أن المشاركة في الألعاب الأولمبيا هي الفرصة الأخيرة أمام رحمي للاحتراف بأوروبا كما أن ثلاثة أندية من دور رجل السعودي تسعى للتعاقد مع اللاعب المغربي ومن جهة أخرى فإن إدارة نادي العين الإماراتي يرفضون فكرة السمح للمهاجم المغربي برحيلة إضافة إلى أن اللاعب يمنح الصلاحية الكاملة لناديه لتدبير مستقباله الكروية وقدم رحمي مستويات مبهرة رفقة العين الإماراتي إدقاده للتتوجي بلقب دور عبط الأسيا في الموسم المنصرم على حساب يوكوهاما مارينوس اليابانية حيث قدم سفيان رحمي أداء كبير في البطولة الأسيوية وخاصة أمام النصر والهلال في الدور الربعي النهائي وقبل النهائي حيث سجل ستة أهداف في شباك النصر والهلال برصد ثلاث أهداف في كل فريقنا مما جعله هدف للكثير من الأنذياء الصراع متواصل الشحات تسبب في طرد الشيبي والأخير يصطدم بجماهير الأهل شهدت مباراة الأهل المصري ضد مضيفة بيراميد ضمن الجولة الواحدة والثلاثين من الدورة المحلة لكرة القدم طرد الظاهر الأيمن المغربي محمد الشيبي بعد تدخله ضد حسن الشحات وفي الدقيقة السادسة والسبعين تدخل الشيبي بشكل قوي على قدم الشحات ليحتسب الحكم خطأا وبضاقة صفراء ضد الدولية المغربية وعاد الحكم بعدها لمشاهدة اللقطة عبر تقنية الفار ليلغي الإنذار ويشهر بضاقة حمراء مباشرة للشيبي بسبب تدخله على الشحات وبعد طرده انفعل الشيبي بشدة وحاول الذهب إلى الشحات ولكن تدخل بعض لعب الفريقين وبعد طرده انفعل الشيبي بشدة وحاول الذهب إلى الشحات لكن تدخل بعض لاعب الفريقين حال دون الشباك اللاعب المغربي مع نجم الأهل وأثناء خروجه من الملعب اطلقت جماهير الأهل يتفوت وصفرة استهجان ضد الشيبي ليرض عليهم الأخير برفع قمصين دي بيراميدس وتوجه إشارات مستفزة وكان الشيبي قد تجنب مصافحة الشحات قبل بداية المباراة وانطلق اللاعب نحو مقاعد البودلاء مع مصافحة لاعب الفريقين لبعضهم البعض متجنب المصافحة لاعب الأهل وانتهت المباراة بفوز الأهل على بيراميدس بهدف دون رد وكانت مواجهة بيراميدس والأهل التي أقيمت في الثالث والعشرين من يوليوز 2023 بالدورة المصري كانت قد شهدت اعتداء الشحات على الشيبي بالصف على وجهه عقب نهاية اللقاء وهي الواقع التي أطرت جدلا واسعا وتم تغرم الشحات حينها عشرين ألف جنيه مصري بجانب إقافه مبارتين من جانب رابطة الأندية كما تم تغرمه من جانب نادها الأهل بعقوبة مالية كبيرة لكن الشيبي قرر اللجوء للقضاء المصري ضد الشحات بتهمة الإهانة والضرب وحصل على حكم بحبس لاعب الأهل لمدة عام مع إيقاف التنفيذ ومنعه من مورسة أي نشاط إداريا لمدة خمس أعوام في أي جهة رياضية وهو الحكم الذي يستأنف الشحات ضده حاليا اشتركوا في القناة